رانهم سامحين حابين البلاد هذي تبدأ تفتح صفحة جديدة يا ناسي لا راكوا تسمعوا فينا وحابين صح ترجع لي سبور للشعب الجزائري هذا لا راكوا شايفين الإنسان هذا بل يظلم ولا حوسي شعل النار ولا سيدي خانكم ما عليش بلك الإنسان هذا في فترة من الفتارات دافع على ناس ما كانش عنده المعلومة الحقيقية عليهم وما كانوش ظاهرين شوف أنا تكلمت بالصوت وبالصورة ونزيد نعاود لكلام نتاعي بالصوت وبالصورة ما نندم حتى على شيء اللي أنا قمت به شيء اللي نندم عليه ماش نندم عليه ممكن هو أنني أعترف بالأخطاء نتاعي نعترف بها بالصوت وبالصورة لي ربما ما يقدر حتى وحدة ديرها أنا عندي الشجاعة الكافية باش نعترف قال مثلا في وقت من الأوقات ما كانش عندي مثلا تكوين مثلا في هذه القاضية نتاع الصوت والصورة هو أنه أنا كنت نجتهد بدأت بالموفي ميكر كان الواحد ربما الصوت راضي مرة تطرل وسمه لكن ما كانش جهة تدعم فيها كنت مرات هو أنه قال مثلا ندير حوارات نتاعي لأن الإسلام للصوت نتبرأ منه قدام ربي وعباده والله يعد خوية وضمها والله لو كان خوية وضمها يتعين لي بالله راه قاتل والله راه مجرم قاسما بالله لا فرقة بينه وبين الطرطاق عندي نتكلمها بصوته بالصورة انا لما تكلمت في القضية هذه انتع المأساة لانه انا عشت في الجزائر المأساة عشتها في الجزائر انا ما عشتش في اوروبا وخرجت وتكلمتها واكتبتها نهارا ليجيك انتع قائد انتع الفرق انتع الدرك ويجيليك يقول لك يا سيفلان راني نعرف الله فامي انتعك ونعرف كل التفاصيل عليك وراهم بعثولي تليقرام على جلبه انا لو كان درك في اي لحظة ممكن تتهز وقادر اذا كان راهم هزوك راكم عشتبان يجيليك انت شيف دو بريقاد يقول هالك هكب وش تقعد انت دير تخرج خرجت انا خمم في ولادك وخدم في درك وخرجت لما خرجت عودوا اي طولي جالي احمد طالب ابراهيمي قال يراه اتصل بواحد دوالي وقال منا اهدر مع محمد سعيدة اذا اللي رامداله في الوسمو وراه قال باللي يا سيدي يرجع ونرجع له الوسمو انتعو المحل انتعو ويعاود يرجع يخدمو ونقضوا الناس يفيني خلاص ما نرجعش هار لي نرجع نرجع بالارادة نتاعي ولا نرجع في صندوق اذا كان لقيت ناس اللي هم راهم جزائريين وممكن بلكن نغيبهم قال لما نموت ولا لكن انا نكتبها وصيا هار لي نموت لو كان نموت برا ويجيوا يديروا الاعلام الوطني يديروا فوق الوسمو انتاعي بسقوا عليهم نتكلمها نتخليها الكموصية بسقوا عليهم هذا الانسان اللي يحرمك من والديك هم احيا ويحرمك من والديك وهما في القبر هذا ليس غير من العصابة قلتها البارح واليوم ونقول لها الكم ودزوا معهم البارح واليوم وغدوة انا اتكلمت بالصوت وبالصورة اتكلمت مش يبغي انت عنك الجراح اتكلمت حتى باش الجزائريين والجزائريات ما يعودوش يرتكبوا محرقة اللي وقعت في التسعينات وكنت نتكلم في المواضيع مش يبغية التشفي ولا الوقوف مع هذا ضد هذا كنت نتكلم بانصاف ونتكلم بموضوعية وكنت حتى اتصلت بناس من عائلات وناس من اطرف مختلفة كانوا يقولوا عنه حمارك اللي بتجيب غاف الإسلاميين ونقول لهم أنا أرواهوا هذه الجماعة مجرية بطريوت والي جماعة من يقول وضحية الارهاب يأتون بأنها أرواهوا شهادات مثل ما قلتهم الشهادات هي عندما تعرف الناس الحجم انت عن المأساة وتعرف العصابات التي كانت تسلخ في الجزائريين والجزائريات المأساة لا تستطيع ابتكارها كان هنا في فرنسا في فرنسا قرروا فيهم قرروا فيهم قاسم من بالله أنا حضرت في بعض الوسم محاضرات وحتى المصرحيات وحكذا قاسم من بالله يغرسوا فيك الرعب 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 يغرسوه فيك لماذا؟ حتى لا تتكرر المأساة يقرروا فيهم كيفاش صراح هذا السراع بين الوسم الكاثوليك والبروتستانت وكذا حتى باش الناس ما تتكررش المأساة وانا كنت نتكلم في هذه المواضيع ورأوا ما ترى أنا بكيت مع التونسي لما جبته وبكى وبكيت معه وبكيت معه نهارا وقف مع القاية صالح وقفت ضده فمس بالصوت وبالصورة كيفاش هذا هذا الناس الذين كانوا البكري عذبوا فيكم وكانوا كذا وكانوا كذا ومن بعد ذركات والذين انت تهضر لي فيه صافي مالا كيفاش كنت نتكلم في المواضيع والمواضيع اتكلمت عليها والله هي الموضوع هذا كنت عاوسه بالحق العيادة قاسة من بالله كينة بعض المواضيع ما كنا رايحين نتكلم عليها لقد خرجت خلال الحوار وحنا على المباشرة الحمد وتكلمت انا في هذا الموضوع انت عن المأساة وشرحت وراني استعاوتوا في الكتاب في الكتاب الجزائر نحو جمهورية جديدة شرحت في المقدمة وراني كاتبها إلي انتظروا فيها على جلبش انا نعلن اعتذار ونقول بالله الضوط وطوريت اقلوا بالصوت واسرعوا بالتمامات لكن were we will be 7000 اول موتة لانه وما كنا نكذب وما كنا نتكلم عن العصابه وما كنا نتكلم عن العصابه كلما نتكلم عن العصابه القيد صالح عشي يقول فيها وحتى رأيهم مذركة وتببونها وقدها من مرة يقولها العصابات وش من العصابات؟ من المرة يخذوا كنا نهضروا على سعيد بوتس وليقاونا نهضروا نحن عن الناس اللي رأيهم مذركة في السلطة على طرطاق وعلى وعلى توفيق وعلى الجماعة يقولوا ما انتم بروحكم عشيتوتا هضروا فيهم منهار اللي كانوا محرشين عمر سعداني هضروا على التوفيق هذيك حلال هذيك ها النهار كانوا محرشين طليبا يهدر عليه في النهار وانيسا رحماني هذيك حلال هذيك ها على قنوات فضائية وعلى اليوتيوب لا لا على قنوات فضائية يهدروا عليه وهي يهدروا على طرطاق ويهدروا على كذا وراه ذوك منهم اللي راهوا موجود في السجن كي طليبا كيلاخر كيلاخر وش من عصابات تحكي وعدها والله انتم تمشيوا مع الغالب انا ما نمشيش مع الغالب انا قلتها البارح للتوفيق ونقول له باللي مجرم ونقول هالو ذرك ونقول هالو غضوة قدام ربي انت مجرم قلتها النزار وقلت له البارح مجرم وانت اليوم مجرم وغضوة نقول لورك مجرم ودزوا معهم الى يوم القيارة ونقول لكم خمسون ونحن انتوا مع الناس التي يطيح بهم تقول لي بلحاج راهوا سهم في المأساة ونقول لكم ايه وقولها ثانيا لا وقلها على نزار وقلها بلحاج راهوا شارك في المأساة مشي تقول هالعلي بالحاج اللي راه هم عند دوالو ولو كان قدوه يصير عنده السلاح وصير عقده تقول لي تعالشي تضرب له في الشتاء انا ما نضربش الشتاء حتى الواحد ها هوا ذرك راه همهما في القوة اللي راه عندهم السلطة ونقول لهم دزوا معهم فهمتوا احنا احنا اللي مغلومين وحنا اللي محقورين احنا اللي وقفونا من خدمة نتاعنا واغلبنا الدوهم للسجون كان اللي اعتقلوهم كان اللي اختطفوهم وكان اللي قتلوهم ومع ذلك كنا ولا نزال ندعو للمصالحة الوطنية الحقيقية لمصلحة البلاد ولمصلحة الأجيال وما كانش حاجة واحدة اخرى لا خوف منكم ولا هم يحزنون قسم من بالله لو كان اقتنعت بالعمل المسلح غير انهز السلاح فاني نقولها بالصوت وبالصورة لو كان اقتنعت به لو كان انهز السلاح ونقطع لكم الروس انتاعكم بالواحد هاي هزوها ووضيوها لكن انا على بالي باللي خوتي جزائريين وعلى بالي باللي كيني الناس اللي رهم في الجيش نقول فيها بقلب ونقول فيها بحرقة على بالي باللي خوتي في الجيش كيني الناس لتفاملة كيني الناس يصوموا وكيني الناس يحفظوا القرآن وكيني الناس اللي يراهم درك هما يقدموا في خدمات جليلة لأبناء الشعب وبالتالي من منطلق القناعة ما حملتش السلاح لكن الظلم اللي كنت اتمارسوا فيه ووصلت هو انه الناس تضربوا فيهم في الاعراض انتاعهم تحقروا في الناس وتهزوا فيهم تديوا في شباب تهزوا فيهم في الكوبتار وتطلقوا فيهم تقتلوا فيهم هكذاك دمرتوا الجزائر دمرتوا الأسرة دمرتوا التعليم دمرتوا المسجد دمرتوا الاقتصاد دمرتوا البلاد باختصار ومع ذلك كنا ولا زلنا نطالبوا على جلباش نطوي والصفحة على جلباش ننظروا للمستقبل للمصلحة انتاع ولادنا ولاتولادنا والأجيال اللي راه جاية لأنها راه تلعينكم وإذا كان قدرتوا اليوم تمنعوا الجزائريين والجزائريات من الحديث عن المأساة جاءت الأنترنت وتعرقهم نهار اللي تتحتموا تخرجوا أنا صارنا نسمعوا فيه جنيرال لا تديروا في اللجوء السياسي نهار تكونوا في السلطة فرعين ليخرج هذلك هوا عامل لفرنسا لكن نهار تضطروا لها تجيوا لفرنسا تجيوا تعبيوا أنا ما جيش ليهونا جنيرال أنا ما جيش ليهونا وزير أنا ما جيش ليهونا عندي أسرار الدولة جيت ليهونا مظلوم جيت ليهونا محقور جيت ليهونا خرجوني من الخدمة نتاعي جيت ليهونا فتحت محل تجاري باش نخدم به باش نجيب خبزة لولادي وغلقوه لي وخرجت وما نشناد مع الخرج جيت لفرنسا ليس حبهم في فرنسا خاني نقول هوا نعيش فيها جيت تحتمت اخترت فرنسا لأنه فرنسا هي يمات 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 يماتكم فرنسا جيت لفرنسا لأنه فيها غالبية نتاع الجزائريين على الأقل لاشتا تلقال تموت لاشتا يصليوا عليك وجينا الفرنسا على جل باش نتعلمون منها حقوق الإنسان ونتعلمون منها العدالة ونتعلمون منها الحرية على جل باش نقريوا ولادكم ونقريوا ولادت ولادكم نقريوكم بالحرية نتاعها ونقريوكم بالقوانين نتاعها ونقريوكم بالعدالة نتاعها ونقريوكم بالإعلام نتاعها واش واش در تلك معنا الجزائر في قلبي نحيط لي الباسبور الجزائر في قلبي مطبوعة في قلبي مطبوعة في مخي أنا في فرنسا ونتكلم باللغة نتاع الجزائريين أنا في فرنسا ونتكلم باللسان نتاع الجزائريين المقموعين والمقهورين لكن انتو ما عايشين في الجزائر وتتكلموا بلغة بيجار وتتكلموا باللغة نتاع كبار المجرمين اللي حرقوا البلاد وحرقوا ولات الجزائر حرقهم في الأفران عايشين في الجزائر والقلوب انتعكم في فرنسا عايشين في الجزائر لا تعرفون من الجزائر إلا الإسم طبعا طوالة انتعكم يجي من فرنسا تتشتقوا بالوطنية وأنتم أبعد الناس عليها تتشتقوا بالإسلام وأنتم أبعد الناس عن الإسلام تتشتقوا بالأخلاق وأنتم أبعد الناس عن الأخلاق تتشتقوا بالتاريخ وأنتم أبعد الناس عن التاريخ رأنا نشوفوا فيكم شوفوا في اللباس انتعكم شوفوا كيف شركوا ما تعاملوا في الجزائريين والجزائريات تعاملوا فيهم بعقلية تعل احتلال يذهبون للجزائرين الذين يعيشون في الخارج يذهبون هنا في فرنسا وفي دول أخرى عندما يدخلون للسفارات والقنصليات يقولون أنا راني نشعر بالليرانية تحت الاحتلال والله العظيم لو تفتح الحدود قال من بالله لقيته نص الشعب الجزائري خرج لماذا يخرج الشعب الجزائري؟ هل لأنه لا يحب الجزائر؟ هل لأنه لا يحب الجزائر؟ هل لأنه لا يحب الجزائر؟ لأن الحقران والظلم والتهميش والإقصاء كل شيء اللي راكم تمارسوا فيه تجعل الجزائريين والجزائريات وصلوا هو أن تخرج مراء حامل تخرج مراء وفكر جهنين يخرج شيخ طاعم في السن يخرج إنسان على مريض على اسمه يخرج شخص راه مكسل مريض يخرج على جلبة شواء لعله لأنه يذهب بالك لا ربما يجعل الناس يدويوا ها هي أخرتها هذا اللي اللي نتكلم عليه في 2008 واللي الإخوة في بريطانيا اللي مولوا هذاك موني بهذاك كان ممدد على فراش كانوا ينتظروا في الموت راه الآن صار من إكبار العقول في أمريكا راه الآن يوجدوا فيه شوفوا كيف صنعوا بمواطن كان من المغضوب عليه كيفاش صنعوا منو وكثير من الجزائريات وكثير من الجزائريين كانوا مهمشين في الجزائر خرجوا واللقاو الحرية واللقاو حرية الإبداع منهم ملي صار كاتب ومنهم ملي صار شاعر ومنهم ملي صار مهندس ملي صار باحث لكن انتما الباحثين والمهندسين والأساتذة والأطباء جعلت منهم مجرد عبيد مجرد ناس لا يعرفون إلا التصفيق حقرت الشعب وذلته شعب ما زال لحد الآن ما زال ما قلش الكلمة الشعب راه ما زال إلى اليوم راه ما زال وصبر وكثير من الجزائريين والجزائريات اللي راه موجودين في الجيش وفي الأجهزة تعددولا راهما إلى تاريخ اليوم ما زالهم صبرين ولكن للصبر الحدود إذا وصلتوا الشعب للإنفجار ثم لتحملوا مسؤولين رغم الظلم أنا لا أسوي شيء أمام الناس اللي تم الاقتصاب أنا لا أسوي شيء أمام عائلات دمرت أنا لا أسوي شيء أمام الناس اللي قتلوهم وزادوا الدلهم حتى الممتلكات أنا لا أسوي شيء أمام ناس اللي ضمروا لهم المستقبل لا أسوي شيء أمام مرأة حامل بقر البطن لا أسوي شيء أمام شيخ طعن في السن قتلوه لا أسوي شيء أمام إمام قتلوه على المنبر لا أسوي شيء أمام أم قتلوه لها ولادها قدامها لا أسوي شيء أمام عائلات ما زالهم إلى اليوم رهم يدفعوا في الثمن إحنا ضحينا برواحنا وقلنا خلينا نتكلموا خلينا نسبل نفوسنا لعل الله يجي نهار وأنه شعب هذا يستفق والحمد لله خرجوا شرائح من المجتمع خرجوا قالوكم كفا كفا من الظلم كفا من القهر كفا من الغطرصة كفا من الكذب كفا من التبلعيط كفا من هدر الأموال كفا من البني عميز كفا من العنصرية لكن محبتوش تستحيو وقاعدين تعودوا تمارسوا في نفس الوصاية كأنه هذا الشعب قصر كفا من خرجتوها كفا من هجرتوها كفا من ترعا في الجزائر ما زالها تنتظر ولكن إلى متى ربي إن شاء الله يتول لكم المهم معذرة الأخ عبدالواحد معذرة على الانفعال وطفا من الله